السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي طلاب الزفل الأول أعدادي ومعكم مصر اندا حسن نهدا إن شاء الله مع بعض هنأخذ القوة القهرومغناطيسية والقوة النووية درس سهل وبسيط يلا بنا نبدأ القوة القهرومغناطيسية القوة القهرومغناطيسية دي بتضمن حاجتين قوة قهربية قهروم وقوة مغناطيسية وهندرس مع بعض القوة المغناطيسية الناشئة عن القوة القهربائية إزاي؟ هنشوفوا النشاط ده مع بعض يبقى نشاطنا النهر ده هو عبارة عن القوة المغناطيسية للطيار الكهربي الأدوات المستخدمة هجيب استوانة من البلاستيك مجوفة مجوفة يعني مفتوحة من الطرفين وسلك الحاسي معزول ومصمار من الحديد المطوع وبطارية بس تكون بطارية قوية شوية ما تقلش عن 4.5 فولت وعندي برادة حديد أو مسامير صغيرة بس برادة الحديد هتكون أفضل وهتظهر أكتر في التجربة هعمل إيه؟ هلف السلك النحاسي المعزول بانتظام حول الإستوانة عشان هعمل ملف حلزوني وبعدين هدخل المصمار من الحديد المطوع داخل الإستوانة عشان هو هيعمل كقلب الملف بعد كده أوصل الطرفين بتوع الملف ببطارية وقرب قلب الملف اللي هو المصمار الحديد من برادة الحديد أو المسامير الصغيرة هلاحظ إيه؟ هلاحظ انجزاب برادة الحديد أو المسامير إلى قلب الملف يبقى هاستنتج أنا للطيار القهربي تأثير مغناطيسي يبقى هاستنتج من هنا أنا للطيار القهربي تأثير مغناطيسي على فكرة التجربة دي سهلة ممكن تعملوها في البيت وهتنبسط منها جدا جدا والنتيجة بتاعتها بتبقى رائعة هاستنتج بقى إيه تاني؟ هاستنتج عند مرور الطيار القهربي في الملف يعمل قلب الملف كمغناطيس مؤقت مغناطيس مؤقت يعني إيه؟ يعني طول ما هو واصل به الطيار القهربي هيبقى مغناطيس فصلنا عنه الطيار الكهربي لا خلاص المغناطيسية بتاعته هتنفصل يبقى احنا عرفنا ان للطيار الكهربي تأثير مغناطيسي هبتعنا شوف مع بعض تطبيقات على القوة الكهرومغناطيسية الكثير من الاجهزة الكهربائية بتعتمد على القوة الكهرومغناطيسية زي ايه؟ زي المغناطيس الكهربي والمولد الكهربي والمحرك الكهربي تعجب مع بعض الأول المغناطيسي الكهربي إيه هو المغناطيسي الكهربي؟ هو أداة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة مغناطيسية يبقى المغناطيسي الكهربي هو أداة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية بتركب من إيه؟ زي اللي إحنا التجربة اللي إحنا لسا عاملينها بتركب من ملف من سلك الحاسي معزول يحيط بقضيب من الحديد المطاوع طيب إيه فكرة عمله؟ فكرة عملوا أن عند مرور طيار الكهرابي في الملف يتحول قلب الملف إلى مغناطيس مؤقت وعند قطع الطيار يفقد مغناطيسيته اللي احنا لسه قايلنا في النشاط السابق يستخدم المغناطيس الكهرابي في صناعة جرس الكهرابي وبعض الأوناش الكهربائية المستخدمة في رفع القطع الحديد الخردة في المنصانة أو السيارات في الموانئ يبقى إذن أول تطبيق من تطبيقات الكوى الكهرومغناطيسية المغناطيس الكهرابي طيب مغناطيس الكهرابي يستخدم في إيه؟ يدخل في صناعة الجرس الكهرابي وبعض الأوناش الكهربائية التطبيق التاني على القوى الكهرومغناطيسية المولد الكهرابي اللي أنا بقول عليه الدينامو الدينامو ده جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية يبقى الدينامو تاني أو المولد الكهرابي هو الجهاز بيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية زي إيه؟ زي الدينامو الدراجة الدينامو الدراجة اللي بحطه فيه الدراجة أو في العجلة بتاعتك ليه؟ علشان يعمل على إضاءة الفوانيس بتاعة الدراجة لما أنا بحرك الدراجة تحول الطاقة الميكانيكية في الدينامو إلى طاقة كهربائية القهربائي بيأخذها الفانوس الكهربائي وبيبدأ أنه يضيع تاني حاجة عندي المحرك الكهربائي اللي هو المطور تعكس المولد الكهربائي المحارك الكهربائي هو جهاز بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة ميكانيكية سيستخدم في ايه بلاقيه عندي في المروحة بلاقيه في الخلاط بلاقيه في الغسالة بلاقيه في الشفاط كل الأجهزة دي يستخدم فيها المحارك الكهربائي اللي هو المطور هو التاني المطور وجهاز يحول الطاقة الكهربائية لطاقة ميكانيكية أما الدينامو اللي هو المولد الكهربائي يحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربائية تبتعنش مع بعض الرسمة بسيطة كده؟ ده المولد الكهربائي اللي هو الدينامو طبعا بيحول كهربائي يعني بحصل منه على الكهربائي يبقى إذن يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية أما المحرك الكهربي فهو يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية والمحرك الكهربي بقول عليه المطور رسمة سهلة وبسيطة جدا افهموه عشما تلغبطوش ما بين المولد الكهربي والمحرك الكهربي ثالث قوة عندنا من القوة الأساسية هي القوة النووية فإحنا خدنا ثلاث قوة أساسية القوة الجذب العام وقوة الكهرومغناطسية ودي الثالث القوة النووية العلماء اكتشفوا أن الزرة بتختازن قدر كبير جدا من الطاقة الطاقة دي موجودة في النواة وإحنا بنسميها القوة النووية قوة النووية دي نوعين قوة نووية قوية وقوة نووية ضعيفة دب إيه هي القوة النووية القوية؟ قوة النووية القوية هي المسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها بالرغم من قوة التنوفر بين البروتونات لأننا عارفين أن النواة فيها بروتونات موجبة بيحدث تنافر بين هذه البروتونات الموجبة قوة نووية هي اللي بتربط مكونات النواة ببعضها طب بتستخدم في إيه؟ القوة النووية القوية سلح زوحدين ممكن أنا أستخدمها في الأغراض السلمية أو الأغراض العسكرية لو الأغراض السلمية بيستخدمها في إنتاج الطاقة القهربائية زي ما بيحدث فيه المفاعلات النووية أو بيستخدمها في الأغراض العسكرية كإنتاج القنابل الزرية المستخدمة في القتل والضمار يبقى أنا عندي القوة النووية القوية سلح زوحدين لأنها ممكن تستخدم في ناحية إيجابية كإنتاج الطاقة القهربائية وتستخدم في نواحي سلبية قتل وضمار كإنتاج القنابل الزرية طبعاً ومصر حالياً بتهتم بإنتاج الطاقة القهربائية من الطاقة النوية بالإضافة إلى المصادر التقليدية زي السد العالي القوة النووية الضعيفة بقى القوة النووية الضعيفة هي القوة المسؤولة عن تفتت وتحلل مكونات أنوية زرات العناصر غير مستقرة طيب تستخدم في إيه؟ الطاقة الناتجة عن قوة النووية الضعيفة وتستخدم في الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات الممكن أن نستفيد منها في مجال الطب، مجال الصناعة وفي مجال البحث العلمي يبقى إذن الطاقة النووية الضعيفة تستخدم في عدة مجالات زي الطب، البحث العلمي والصناعة أزين درس النهاردة كان درس سهل وبسيط أتمنى أن تكونوا فهمتون إن شاء الله الحلقة الجاية هنحلم مع بعض أسئلة على الدرس الأول القوة الأساسية في الطبيعة هستناكوا الحصة الجاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر